يا رب ان شاء الله البطولات دايما مستمرة وعندنا تحديات كتيرة جدا في 2021 بداية من الدور المصري هنتكلم مع حضرتك فيه كمان مع النجمة العشرة بإذن الله ويمكن دايما تبقى البطولة الأفريقية البطولة الأغلى والبطولة الجماهير كلها بتحبها ومشوار النجمة العشرة بدأ بسنوديب البطل النيجر والفوز 1-0 وان شاء الله بكرة ان شاء الله مباراة العودة شايف المباراة زي من الناحية الفنية ومن ناحية كمان استعداد النادي الأهلي للسوبر الأفريقي والسوبر المحلي وكمان مشوار الدورة الطويلة خلينا نبدأ في مباراة سنديب النيجر واللي الأهلي نكسب هناك 1-0 ورغم الظروف الصعبة بالملعب السيء بغض نظر عن الفرق الكبير بين الاسمين الكبيرين النادي الأهلي واحترامنا لبطل النيجر لكن فيه فروق كبيرة جدا بين الترفين يعني لكن انا يعني احبب ان المباراة اللي جاية بكرة تتاخد باهتمام كبير جدا يا كابتن هاني يعني ما فيش حاجة اسمها ان الامور محسومة يعني انا حاسس اني ما حاسس اني ما حاسس متأمة حتى بالمباراة ولا حد ملقي بس المؤكد اني جوه انا لأهلي وفرقنا دهالي ما بيعتبروش ما بيعملوش حساب للحاجات دي كلها يكون فيه اهتمام كبير جدا لانك عليك ان تحترم الخصم تحت اي زرف من الظروف وفي اي جوه من الاجواء ومهما كانت النتاج حتى لو انت مخلص كل حاجة من هناك لان كرة القدم لعبة لا تعترف باي شيء يعني في بعض المباراة لو نفتكر ماتش باريس جيرمان وبرشلونة اربعة صفر في باريس ورحت لما باريسونة ماتش انتاج ستة واحد حد كان يتخيل ده في كرة القدم فما فيش حاجة مستحيلة في كرة القدم مهما كانت الفوارق بين الفريتين يعني